موسيقى نشرة مفصلة من الميادين أهلا بكم وإلى عنوينها موسيقى للمرة الأولى منذ تسلمه الحكم حزب العدالة والتنمية التركي يسجلوا تراجعا في الانتخابات البلدية خصوصا في أنقراء والسطنبول موسيقى أنباء عن توجه الرئيس بوتفليقة نحو إقالة رئيس مجلس الأمة والقضاء يبدأ تحقيقات مع رجال أعمال على خلفية قضايا فساد موسيقى الإعلام الإسرائيلي يكشف خطة للحكومة هدفها إسكان ربع مليون مصطوط في الجولان المحتل موسيقى مدرو يعلن عن إجراءات لتصدي لأزمة انقطاع الكهرباء وأنباء عن وصول جرود من الجيش الصيني إلى فنزويلا موسيقى موسيقى وفي هذه النشرة نوروز رأس السنة الإيرانية تاريخ ثقافة جامعة للشعوب موسيقى أقر مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدرم بأنه خسر أمام مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض بفارقي خمسة وعشرين ألف صوت يلدرم قال أن الناخبة قال كلمته وأن المرشح الذي سيتسلم وثيقة رئاسة من لجنة الانتخابات سيكون رئيسا لبلدية إسطنبول وأشار إلى وجود آلاف الأصوات اللاغية وكان رئيس لجنة العلية للانتخابات أعلن حصول مرشح حزب العدالة أو حزب الشعب في إسطنبول إكرام إمام أغلو على أربعة ملايين ومائة وتسعة وخمسين ألف صوت مقابل أربعة ملايين ومائة وواحد وثلاثين ألف لبن علي يلدرم وكان أعلن أو أعلن فوز المعارضة في العاصمة أنقرة إلى جنب أزمير في الانتخابات المحلية إلى ذلك رأى الرئيس رجب طيب أردغان أن حزب العدالة والتنمية ما زال الحزب الأول في تركيا رغم خسارته بعض المدن أعتقد أن السابة الوحيد لعدم تمكننا من الحصول على النتائج التي أردناها في بعض المدن هو أننا لم نتمكن من التعبير عن أنفسنا بما يكفي للناخبين وفشلنا في كسب قلوبهم اعتبارا من صباح الغد سنبدأ العمل على تحديد مكامن الضعف لدينا ومعالجتها أنقرة وإستنبول تحجبان الثقة عن الرئيس رجب طيب أردغان وحزبه فبعد 17 عاما من إحكام السيطرة على بلديتي العاصمة أنقرة ومدينة إستنبول يخسر حزب العدالة والتنمية الحاكم لصالح تحالف الشعب المعارض سقوط مدون في انتخابات خدمية هيمنت عليها السياسة خسر فيها الرئيس التركي أردغان أهم معاقله وسط تراجع ملحوظ في أداء حزبه العدالة والتنمية في أول انتخابات محلية تجرى في ظل النظام الرئاسي أكد أيضا أننا نتقدم بفارق 28 ألف صوت على مرشح حزب العدالة في إسطنبول نحن نطالب اللجنة الانتخابية بتحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة وأظهار الشفافية في العموم نستطيع أن نعلم بكل صراحة أننا فزنا برئاسة بلدية إسطنبول بأغلبية مريحة تحمل الرئيس أردغان عبع الدعاية الانتخابية بنفسه الدفع بأفضل ما لدى حزبه من مرشحين وافتتاح مشاريع ضخمة في الأيام الأخيرة ما قبل الانتخابات لم يحولا دون تراجع أداء الحزب مقابل سعود واضح لاستراتيجية التحالف المعارضة الذي وجد في هذه الانتخابات فرصة تاريخية لتغيير معادلة النفوذ مستفيدا من أخطاء قاتلة ارتكبها حزب العدالة والتنمية وفق المراقبين أعتقد أن حزب العدالة والتنمية تراخ كثيرا خلال الفترة الماضية وأصابه الغرور بعد الفوز المتواصل من عام 2002 في أغلب الاستحقاقات الانتخابية إضافة إلى ذلك هناك الركود الاقتصادي والأزمات المعيشية التي تعصفه البلاد كلها أسباب أدت إلى قلب الطاولة دعم الكرد الممثلين في حزب الشعوب الديمقراطي لتحالف المعارضة ضمن اتفاق غير معلن يبدو أنه شكل بيضة القبان في حسم نتائج أنقرى وإستنبول التي لم تكن مفاجئة خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم لبلديتي أنقرى وإستنبول ضربة قوية قد تشكل مقدمة لسلسلة من التراجعات السياسية وتزيد من الصعوبات التي قد يواجهها الرئيس أردوغان للاستمرار في الحكم بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2023 وفق المراقبين محمود واسق إستنبول الميادين وللمزيد من النقاش ينضم ألينا في السيديو الكاتب الصحفية سيد بركات قار أهلا بك سيد بركات بداية كيف نستطيع نقرأ نتائج الانتخابات؟ ما الذي نستطيع نقوله فيما خاص هذه النتائج المفاجئة لحد ما؟ مساء الخير أولا لكم من المهم الشاهدين الكرام طبعا نحن هذه القراءة بالحقيقة تستحق قراءة بهدوء لأنه يجب من عدة جوانب أن نقرأ هذه النتائج وما هي الرسائل التي الآن وصلت إلى الناس وإلى العالم كله تراجع طيب أردوغان وخاصة في المدن الكبيرة إسطنبول، أنقرة، أنطاليا، زمير، آدنا، مرسين هذول كل المدن لا تقل سكانا أقل من مليون ونص كل مدينة منهم بينما إسطنبول 11 مليون لذبت أنقرة 7 مليون خزان الناخبين طبعا خزان الناخبين كله هذا بالحقيقة هي أتت أنا بتقديري لعدة أسباب سكانت منها أول شيء الناس جوعانة الناس يعني بأزمة اقتصادية خانقة وطال هذه الحمل الانتخابية للأسف الشديد السلطة الآن الحكم طيب أردوغان لم يتحدث ولم يتطرق لأي من هذه التطورات الاقتصادية وما تخص ومطالب الجماهير كان دائما حول الأمور إلى الخطر التي آت وممكن أن يقسم تركيا تانيا الأمن القومي تالتا المؤامرات الخارجية وكله كان يلفت النظر بأنه هناك قوى خارجية الآن تحاول أن تقسم تركيا ومستهدفة تركيا هذه السياسة بالحقيقة الناس ما رغبت فيها ولا استوعبت بإطلاقا خاصة عندما قال الشعار الأساسي تركيا هي على البيقاء أو الانتهاء يعني هذا الشعار كان مهم كل من يسأل نفسه شو هو الخطر التي يحيط بتركيا ولا نعرفه نحن ما في هذا الخطر إذا كان فعلا هذا الخطر وين كنتم منذ 16 سنة وحتى الآن هذا السؤال كان طبعا يسأل لذلك رسالة تانية قبل الذهاب إلى رسالة الأخرى تتحدث عن أن الهم الأساسي كان بالنسبة للناخب التركي اليوم بعض الاقتصادي أو الأزمة الاقتصادية هو مؤثر في نتائج الانتخابات لكن يعني يقال أو ما هو متعارف بأن صعود السريع لرجب طيب أردوغان والقوائل رجب طيب أردوغان كان بسبب حله لأزمات اقتصادية وبسبب بعض الاقتصادي لسياسته إذا صح تعمل سياسته الاقتصادية ما الذي حدث الآن؟ بالعكس منذ نتيجة 16 سنة بالحكم ووصلت تركيا وجماهير تركيا أن تكون بحاجة إلى استراد البصل والبطاطا واللحوم وكل ما يلزم الأمر للمجتمع كله أصبح يستورد من الخارج وهي تركيا بلد زراعي كبير طيب من نسبب بهذه الأمر؟ تانيا الدولار يوميا في ارتفاع والقدرة الشرائية هي تنخفض نستوى المعيشين خفضة إلى آخر درجة كل هذه الأمور بالحقيقة عندما نجمعها كانت سؤالي ينسأل بأنه لماذا أنت يا طيب أردوغان تحكي أنت عن هذا الموضوع بس أنت ما غيرك في السلطة أنت في السلطة منذ 16 سنة هذه بالحقيقة أثرت على الجماهير تانيا الوعود التي قام بها على أساس استقطاب المجتمع على أساس مذهبي وطائفي وبالحقيقة خوّن كل من أن كان ضده أو حاول أن يكون بالمعارضة تصوري هناك مثلا تحالف الأمة أعتبروا هذا تحالف تحالف إرهابي تحالف خيانة خوّنهم وخوّن كل ما موجود خارج الحزب العدالي والتنمية هذا ما يصح الناس يعني ملا درجة ما مستعدي أن تشعل حرب أهلي جديد أو تقوم ضد بعضها البعض هذه الأمر كان مؤثر جدا جدا تصور أحد مثلا الوزر الوزراء وزير الداخلي ووزير الدفاع كان عنده كان يقول كل صوت أن يصوت لهذا سندا ليوم الحساب وسيقة براءة بيوم الحساب تصوتون لا إلا وحتى طلع أحد منهم في اسطنبول إذا فقدنا هذه المقعد البلدية سنفقد القدس سنفقد المكة سنفقد الإسلام يعني تصوري لهذه السياسة والحملات القامة بها طبعا هذه الحملة كلها كانت تقريبا بمجموع 95% من الإعلام كان لصالحه وبالحقيقة ضد الآخرين ولكن هناك ما في حملات انتخابية وحصلت في الحقيقة ديمقراطية هذه الانتخابات كانت بمثابة محلية لكن هي دور عام وهو أهم من الانتخابات العامة بالحقيقة طيب بالنظر بالنظر إلى نتائج الانتخابات المعارضة التركية حازت على أهم المدن يعني نستطيع أن نكون هناك إسطنبول مثلا خزان ناخبين أيضا أنقرة لها من بعد سياسي يعني هي المعقل السياسي بالنهاب بالضبط العاصمة السياسية الحيازة المعارضة وهو انتصار معارضة في المدن الكبرى تحديدا في المدينتين في إسطنبول وفي أنقرة ما الذي يعنيه ذلك وما الذي سيترتب عليه بالنسبة لمستقبل معارضة تركيا وأيضا بالنسبة لمستقبل عدالة والتنمية وكما تعرفين بأن تركيا تغيرت نظامها الآن الحالي استبدلت النظام البرلماني بنظام رئاسي والنظام الرئاسي يعني بأنه كل شيء بيد أردوغان حتى البلديات هذا خلال الحمل الانتخابي كان يهدد فيها بأنه يعني حتى لو ربحتوا فيها بالنتيجة أنا المسؤول عن هذه البلديات يعني هدد بكتير بإيقالي كما قال سابقا بجنوب شرق تركيا 96 بلدية كانت تابعة لحزب الشعوب الديمقراطي طبعا حزب الشعوب الديمقراطي عندما نقول معارضة هناك يجب أن نشير لمعارضة بالحقيقة ليس متجانسة يعني معارضة كانت قسم منها تماما إلى جانب الدولة وقسم هنا معارضة حقيقية المعارضة الحقيقية كانت تتمثل في حزب الشعوب الديمقراطي تماما واستعاد حزب الشعوب الديمقراطي كل البلدية من عد بلديتين في جنوب شرق تركيا وبغرب تركيا لم يرشح أي عضو أو أي رئيس يعني مسألة بالنسبة لحزب الشعوب الديمقراطي كانت فقط رد اعتبار رد اعتبار ولكن السياسة كانت تخص كل تركيا الديمقراطية التركية السلام في تركيا لأنه كان معتبره حزب إرهابي وهو عنده 68 نائب في البرلمان يعني هذا شغلة كبيرة كثير فعل عندما اتهم حزب في الإرهاب وهو في البرلمان هل صحيح بأنه أيضا حقق هذا الانتصال لكن هل صحيح أنه أيضا دعم مرشحي في الستنبول هو الحزب لا شك عدم ترشيحه يعني دعم لكن ليس بالاتفاق أو بتحالف أي تحالف تنظيمي إلا شعبي على مستوى القاعدة نعم حزب الشعوب الديمقراطي دعم وكان الهدف أساسي لإسقاط حزب العدالة والتنمية بكل هذه المدن الكبيرة والحقيقة المفتاح الأساسي لعب دور في هذه الانتخابات وهذا كان معروف من قبل كل الجماعي بالنسبة للنخب الكردي الصوت الكردي كيف توزعه كيف نفهم أيضا النوع من الخرق ربما الكردية في مدينتين نعم في مدينتين هذا كانت مقصودة على أساس بأنه هناك بالحقيقة مثلا في مدينة شرنق مدينة شرنق معروفة أمنيا كل الجيش وكل القوى الأمنية كل موجودة فيها ونقلوا كل ما يستطيعوا أن ينقلوه لهناك للتصويت ضد حزب الشعوب الديمقراطي لأن يتباهوا بهذه النتيجة وبالحقيقة حققوا نصر في هذه المدينة الصغيرة لكن ديارباكر مليونين ونص ديارباكر 65% مقابل 35% كانت فاز حزب الشعوب الديمقراطي بماردين بفام بباطمان كل هذه المدن استعادة مرة أخرى وهذه الروساء البلدية التي عينها كلها أصبحت الآن غير مفعول وستذهب يعني طاكس كان يهدد طبعا بتعيين رواساء جديدة في هذه المدينة لكن كيف بدأوا أعين يعني هذا عندما يأتي 65% من الأصوات يعني على أساس شو بدأوا يقيلوا مرة أخرى أو يقيل طبعا هناك نحن الرواساء البلدية البلديات في حزب الشعوب الديمقراطي امرأة ورجل كل رئيس ما في رئيس بلدي إلى واحده يعني نعم رئيسين مشاركين هما يعملون لذلك أنا بتقديري هذا الأمر الآن طيب أردغان ومضطر يأمى بدفتح صفحة جديدة صفحة جديدة في هذه المرحلة القادمة طيب سنتحدث عن صفحة جديدة وكيف سيتحرك حزب العدالة تحديدا ججب طيب أردغان نكل ورد منذ قليل بأن اتصالت بين الرئيس أردغان وإذن رئيس الروسي فلاديمير بوتين البحث حول موضوع سوريا ذكرت منذ قليل أيضا بأن انصراف الرئيس التركي رجب طيب أردغان إلى الشأن الخارجي أو إلى السياسة الخارجية أبعده عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد عن الشأن الداخلي لكن إلى أي مدى أيضا سياسة أردغان الخارجية أثرت على نتائج هذه الانتخابات وكان لها تأثير لا شك لأن السياسة الخارجية اتجاه سوريا خاصة والعراق بالحقيقة سياسة فاشلة وسياسة التي كانت جماهير بأغلبها عندما نرى الإحصاءات كلها كان بالأغلبية ضد هذه السياسات يعني ما لو أن يكون يدخل عفرين وجرابلوس والباب وغيره وهو يكون بأنه من المفاوضين على الطاولة أو على الأرض يعني هذا الأمر أثر لا شك وأنا بتقديري في المرحلة القادمة ممكن يلجأ مرة أخرى لهذه الورقة وورقة اللاجئين السوريين خاصة أن يلعب في هذه الورقة لأن يغطي على هذه الهزيمة في المرحلة المقبلة أما يقبل بكل الأمر ويسلم ويقوم على الأقل بتفاوض مع الآخرين حول قضايا العالقة منها الاقتصادية منها القضايا الكردية منها التواقف الموجودة وبأغلبها طبعا لازلت بدون حل للأسف الشديد والديمقراطي في تركيا لا يمكن تتحقق بدون حل هذه القضية وعلى رأسها القضية الكردية هذا ما كنا سنسأل عنه هل مجبر اليوم أردوغان أن يفتح صفحة جديدة مع الكرد وأيضا بالنسبة وسؤال أخير عفوا بالنسبة للمعارضة كيف ستتحرك اليوم على وقع هذه الانتخابات خصوصا أنها تؤسس ربما الانتخابات المقبلة عام 2012 بالحقيقة هذا المعارضة ليس كما قلت لك معارضة موحدة كله باتجاهات وبمناهج مختلفة وهم للأسف الشديد المعارضة بما فيه حزب الشعب بنفسه الجمهوري هو أحزاب شوفينية أحزاب برجوازية معروفة وهم إلى جانب الدولة وأنا بتقطيري ممكن حتى يتحالفوا مرة أخرى مع طيب أردوغان بأمور كثيرة لكن بينما حزب الشعوب الديمقراطي أثبت وأدى الرسالة على جميع تركيا والمواطنين في تركيا بأنه صحيح نحن أكراد صحيح نحن عرب شراكز أرمن مجمل الأقليات والمكونات المجتمع لكن نحن إلى جانب ديمقراطية تركيا استقرار تركيا وسلام تركيا وبدون حل هذه القضايا لا يمكن أن تحقق أي ديمقراطية ونحن بهذه السياسة أثبتنا ذلك من هذا المنطلق أنا بتقديري المرحلة القادمة هو طيب أردغام من الصعب جدا أن يتراجع عن ما وصل إليه بالسلطة وبالهيمنة والديكتاتورية التي وصلت بالحقيقة بيد الواحدة من هذا المنطلق من الصعب أن يتراجع ويبدأ يفتح صحيفة صفحة جديدة صفحة جديدة بأمور سلمية لكن المعارضة أصبحت وعادة السيقة لنفسها هذا مهم كتير سيكولوجيا يعني بإعادة السيقة بأننا نحن قادرين ممكن نغير هذا مهم كان من هذه الناحية هذه النتائج الانتخابية التي حصلت إلا الخسارة طبعا طيب أردغان في نقطة مهم جدا يجب أن أشير إليها أنا بتقديري قريبا سنسمع تشكيل حزب على أرضية حزب العدل والتنمية من الداخل وسيكون انفجار داخلي لابد منه لأنه هناك أصبح غير ممكن عبدالله قيل له علاء بهذا هو عبدالله قيل أو غيره لا أعرف لكن هذا مستحيل أن يستمر في هذه السياسة وفي هذه السلطة رغم لازال عنده قاعدة واسعة لكن الحزب الجديد سيكون من شخصيات معروفة في حزب العدل والتنمية أكيد لأنه كل ما خرجوا من حزب السعال سابقا من أربقان وشكلوا هذه الحزب لم يتبقى شخصا واحدا إلى جانبه هو ابن علي يلدرم الوحيد الذي بقيه وهذا أكبر مدفع وضعه في اسطنبول وهذا فقده لذلك أنا بتقديري هذا الأمر غير مستحيل أن يستمر حزب العدالة بهذا الكامن وبهذا التنظيم القوي ويستمر في السلطة وقريبا سنشهد بالأيام القادمة مطالبات في انتخابات مبكرة طبعا ليس من اليوم لبكرة هذا ممكن تاخذ وقت شوي لأنه مستحيل قيالة تركية مقصمة ومقطبة بهذا الشكل نعم إذن السيد بركات قار الكاتب الصحفي شكرا لك لحضورك معنا في سيديو الميادين شكرا لك إلى الجزائر حيث بدأت السلطة القضائية تحقيقات مع سبعة رجال أعمال شبهات بالفساد السلطة الأمنية في العاصمة الجزائرية بشرت استرجاع كل الملفات والوثائق المشبوهة وفتح التحقيقات في قضايا النهب العام مع المشتبه فيهم ومع أفراد عائلاتهم وقد تشمل استثماراتهم ودائعهم في الخارج وذلك في إطار خطة أعلنتها السلطة لاسترجاع المال المنهوب وذلك استجابة لمطالب الشعب يأتي ذلك بالتزامن مع أنباء عن توجه الرئيس الجزائري عبدالعزيز متفليقة نحو إقالة رئيس مجلس الأمة وصدور مرسوم رئاسي لتعيين أعضاء جدد في المجلس ضمن نصاب الثلث الذي يحق لرئيس تعيينه وقد أفدت مصادر الميادين بأن الرئيس متفليقة ومحيطه سيعلنون استقالة جماعية خلال هذا الأسبوع وأضافت أنه وافق على مقترح قائد الجيش تفعيل المادة مئة واثنتين من الدستور وكشفت المصادر أن الحكومة المنصبة ستتولى تصريف الأعمال لمدة ثلاثة أشهر ومعنا من العاصمة الجزائرية مرسلنا أسامة عبدالنور أسامة لو حدثنا عن أبرز المعطيات حتى الساعة تفضل أبرز المعطيات ربما المصدر والمأدون الذي يحدثون من الميادين قالت أن طيب كان سيد فريق أحمد جيد صالح قد يتعهد أمام الحركة الشعبية الجزائر أن يضمن انتقالا سميا وسلسا لسلطة فيها البلاد ويضمن كذلك السجاعة فيها للشعب من خلال تفعيل المادة واثنين ويضمن وهذا المهم أن يضمن أن لا يكون هو في السلطة فيها المرحلة فيها المقبلة لأنه ظهرت أقويل وأكلام يتحدث عن مغفظة ربما ويوجد قائد أركان لكي يشأل رئيس المنصف رئيس الجمهورية المرحلة في المقبلة آهد أيضا الجيد صالح في حديث مع مصدر لنا بأن لا يكون هناك مثل هذه الأقويل مثل هذه الإدعاء بل سيدمن انتقالا سبسا في البلاد ويضمن كذلك استرجاعا لأمان العام المنهوب من طرف شخصيات كانت تستغل قربها من محيط رئيس من تطبيق من أجل القيام بعمليات تحويل المشبوهة خاطفا في الأيام القادمة القادمة وهذا ما فسره قرار النهيب العام بحجر أسماء معروفة من رجال الأعمال حجر مرأة صلاتهم المنالية ووداءهم البنكية وكذلك منع خروج من سفرهم من الجزائر ومنع كل الطائرات الخاصة تابعة لهم من الإقلاع والسفر من مطار الجزائر ومن حتى البواخر والإخوط التي كانت يمتلكونها من السفر من أرض الجزائر إذن قيادة الجيش في الجزائر حريصة تنكر الحرص على غمان الانتقال الديمقراطي السلس السلطتي ونصر منتقب في السعادة القادمة في إعلان رئيس من تطبيق انتقالته بعد أن يقيل نأد أو رئيس مجلس الأمة ويعين شخصيات جديدة في تطبيق الرئاسي وكذلك أحوار غير رصوية تتحدث عن نزاحة رئيس المجلس السوري التي رفض تفعيل المادة 222 التي تتحدث عن شغول منصب الرئيس السلسل نعم إذن أسام عبد النور شكرا جزيلا لك مرسلنا من الجزائر وتبصوا قناة الميادين اليوم عند ساعة ثمين ونصف بتوقيت القدس الشريف أول وثائقي الميداني عن التحولات التاريخية التي تشهدها الجزائر الجزائر رهان السلمية الميداني يعرض فيها الزميل عمر كايد مشاهداته لفعاليات الحراك ولكيفية تفاعل النخب الجزائرية وكيف يحافظ هؤلاء على مدنية الاحتجاجات وسلميتها وصفة الخارجيات الإيرانية لا دعم بيان القمة العربية لحق سوريا في الجولان السوري المحتل بالإيجابي ولو أنه غير كاف بيان للخارجية أشار إلى أن أجواء القمة العربية وتوجهها كان أكثر إيجابية من القمم السابقة لفتتان لأن السبب في ذلك والإدارة الذكية للمسؤولين التونسيين ودالت الخارجية لإدعاء الخاطئ الذي لا أساس له حول تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول الناطق باسم الجبهة الشعبية التونسية أحمى الهمامي انتقد عدم مناقشة الجانب الرسمي التونسي في القمة العربية الملف السوري كما كان قد وعد وعودت دمشق إلى جماعة الدول العربية ورأى في مقابلة مع الميادين ضمن حوار الساعة أن الموقف الصارم بشأن الجولان والذي تضمنه البيان الختمي إنشائي لا أثر عمليا له الصوت التونسي في هذه القمة العربية كان أيضا متماهيا مع بقية النظم الرسمية العربية لم نسمع صوتا تونسيا مثلا طالبا وبيوضوح وترح قضية الملف السوري وعودة سوريا وإعادة العلاقات الديبلوماسية مثلا مع سوريا الهمامي وصف الحكومة التونسية الحالية بالفاشلة وقال أن هناك استبدادا جديا بقطاع الأعلام ودورا للمال الفاسد وعودة للحملات التكفيرية والتحريضية على القوى التقدمية والمدنية كالاتحاد التونسي للشغل بالنسبة لهذه الحكومة القائمة وأن نكون واضحين هي من أتعس ومن أفشل ومن أخطر الحكومات التي عرفتها تونس ما بعد الثورة وهذا أزمة سياسية وأزمة اقتصادية مستفحلة وأزمة اجتماعية أيضا خطيرة على المستوى الأمني علينا أن نحيي القوات الأمنية وعلينا أن نحيي القوات العسكرية على ما تبذلهم جهد ولكن هذا لا يمنعني من القول لا يمنعني من القول بأن الوضع الأمني ما يزاله وأن الأرهاب ما يزال مستوطنا في تونس كشف موقع مكان الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية بل ورد خطة تهدف إلى إسكان ربع مليون إسرائيلي في الجولان المحتل خلال ثلاثة عقود من الزمن الخطة التي نشرت بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة الإسرائيلية على الجولان بأسبوع تتضمن بناء ثلاثين ألف وحدة استيطانية جديدة وزيادة عدد سكان مدينة كتسارين ثلاثة أضعاف إلى جانب إيجاد فرص عمل ومشاريع في مجالي المواصلات والسياحة في نابلس بالضفة الغربية تصد شبان فلسطينيون لاقتحام قوات الاحتلال المدينة وفد شهود بأن آليات عسكرية اقتحمت حي رأس العين ودهمت عددا من المنازل أما في جنين فأصيب عدد من الشبان بجروح لدى تصديهم لاقتحام الاحتلال المدينة قوات مؤللة للاحتلال كانت قد اقتحمت المخيمة قبل أن يتصد لها عشرة شبان ليتطلق باتجاههم رصاص المطاطي وقنابل الغاز ما أدى إلى حالة تخطيق تفاهمات التهديئة التي توصلت إليها الحكومة الإسرائيلية مع حماس بعد جولة التصعيد الأخيرة لم تبعد سهم الانتقاد عن رئيسها بن يمين نتنياهو منال إسماعيل التبعات الداخلية لجولة التصعيد الأخيرة ضد قطاع غزة والحراك الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي لم ينتهي فصولا بعد في إسرائيل ولم يخرج نتنياهو من دائرة الانتقاد والاتهام على خلفية التفاهمات بشأن التهديئة مع حماس من داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية تقاد شديد من قبل رئيس الانتقاد باليمين الجديد نفتالي بنت لنتنياهو واتهامه بالتفرد بالقرار وبالإسهام في جعل يد حماس هي العليا إلغاء الكابينات هو تخل عن سكان الجنوب من أجل السياسة نتنياهو امتنع عن عقد الكابينات لأنه يعلم تماما أنني سأعالض الصفقة الشائنة مع حماس الصخة على نتنياهو لم يقتصر على السياسيين بل انسحب أيضا على المستوطنين الغاضبين من سياسة الحكومة إزاء المستوطنات المحيطة بقطاع غزة ليس هناك من يستمع إلينا وقف إطلاق النار هذا دعابة لأنه لم يحصل تغيير منذ فترة طويلة ولا يمكن العيش هكذا نحن نشعر كأننا في بلد آخر هذه ليست إسرائيل مراقبون رأوا أنه بعد عام على التظاهرات نجحت فصائل المقاومة الفلسطينية مرة أخرى في فرض قواعد اللعبة وفقا لمصالحها حماس أنجزت صفقة جيدة فبعد سنة من التظاهرات العنيفة عند السياج الحدودي على ماذا حصلوا ليس فقط على صفقة جيدة إنما أيضا أدخلوا عنصرين ضبابيين إلى داخل الصفقة وهما ماذا سيحصل حين يصاب أشخاص يأتون إلى السياج الحدودي مع السمرار التظاهرات وأيضا موضوع المنظمات المارقة التي بين الحين والآخر تطلق بعض النيران باتجاه إسرائيل محللون رأوا أن نتنياهو يغلب البعد الانتخابي على البعد الأمني تحديدا في هذه الفترة لأنه وفقا لهم يعتقد أن أي تصعيد استثنائي على حدود غزة يمكن أن يعرضه للخطر في الانتخابات فضلا عن افتقاره إلى الثقة بإمكانية أن تحقق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد غزة أي تغيير فعلي على الأرض أصل قصير نتابع بعده النشر أهلا بكم الجديد استشهد طفلة وأصيب عشرة أشخاص بينهم نساء في اليمن إثر قصف مدفعي للتحالف السعودي على منطقة الربصة السكنية جنوب مدينة الحديدة وعلى الحدود أفد مصدر عسكري يمني بمقتل جنديين سعوديين بنيران قناصة الجيش والجان في جبل مشعل بجيزان السعودية إضافة إلى مقتل وجرح عشرين مسلحا من قوات هادي في كمينا في مديرية حيران الحدودية في حجة المصدر العسكري كشف أيضا تدمير 34 آلية للتحالف السعودي بعمليات مختلفة للجيش والجان في عسير السعودية خلال شهر أذار مارس المنصرم تعهد الرئيس السوداني عمر حسن البشير باتخاذ إجراءات لتعزيز الحوار الوطني وفي كلمة له أمام البرلمان أعلن البشير عن حوار شامل قريبا داعيا كل القوى السياسية السودانية إلى الانضمام إليه وكانت قد تجددت التظاهرات في عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم حزب المؤتمر السوداني المعارض قال أن الآلاف شاركوا في تظاهرات في السوق المركزي أكبر أسواق الخرطوم أحياء البوستا والشهداء غرب العاصمة فيما تجمع السودانيون في وسط أمدرمان رافعين شعارات من ضمها جيش واحد شعب واحد وذكر شهود أن قوات الشرطة أطلقت الغازة المسايل لدموع لتفريق المتظاهرين من المرتقب أن يصوت النواب في مجلس العموم البريطاني الليلة على عدد من الخيارات لحل مأزق اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي وكان البرلمان قد صوت ثلاث مرات ضد الاتفاق الذي اكترحته رئيسة مزراء ترزمية ونقل الأعلام البريطاني أن النواب يحاولون إيجاد بديل الاتفاق بريكزيت لتأمين الفصال أكثر سلاسة عن الاتحاد الأوروبي وللمزيد ينضم إلينا من لندن مرسلنا موسى سرور موسى المناقشات اليوم في مجلس العموم ما هي السيناريوهات المطروحة بعد فشل ثلاث محاولات بما أنه لم يتبقى سوى نحو عشرة أيام لبريطانيا لتحدد أي الخيارات التي ستعتمدها بشأن بريكزيت وفي ظل فشل الحكومة في تمرير صفقة رئيسة الوزراء حول اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي اليوم البرلمان بمجب السلطة التي استطاع أن ينتزعها من الحكومة هناك عرف في بريطانيا أن الحكومة البريطانية وفق النظام الديمقراطي هي من تحدد جدوى الأعمال المجلس العموم وبالتالي النواب والنواب هم الذين يقومون بالتطقيق والتعديل القوانين بموجب السلطة هذه نتيجة التصويت الذي حصل الأسبوع الماضي أصبح بإمكان مجلس العموم أن يضع بنفسه جدوى الأعماله وبالتالي اليوم بموجب هذه السلطة سيحدد خيارات هناك ثماني بدائل ثماني بدائل للنواب اقترحوها لصفقة تريزا ماي من المتوقع أن يختار رئيس مجلس العموم ثلاث أو أربع بدائل لهذه المقترحات التي تقدم بها المشرعون اليوم وفق الأجواء ووفق ما يشاع بين النواب يبدو أن خيار بريكزيت مخفف أي اتحاد جمهوري كما على الاتحاد الأوروبي هو الأكثر ترجيحاً ويبدو أن هذا الأمر يخيف حزب المحافظين وبالتالي الحكومة هناك تسريبات بأن رئيسة الوزراء أو الحكومة طلبت من الوزراء بمقاطعة جلسة التصويت اليوم ولكنها لم تطلب من نواب المحافظين الحضور أو عدم الحضور وبالتالي إذا تبنى هذا الأمر بعض نواب المحافظين وفي ظل أيضا نواب العمال وحزب الاسكتلندي يبدو أن بريكزيت مخفف هو الأكثر ترجيحاً ولكن وإن اعتمد النواب ومجلس العموم صوت لصالح بريكزيت مخفف هذا التصويت هو غير منزم للحكومة وبالتالي الحكومة لديها الحق بأن ترفض هذا التصويت ولكن في ظل الخيارات الضيقة أمام رئيسة الوزراء هناك من يقول أن رئيسة الحكومة ربما قد تقدم على طلب من مجلس العموم التصويت للمرة الرابعة على صفقتها مرفوقة بما تم الاتفاق عليه في مجلس العموم وهو الاتحاد الجمهوركي هذا الأمر يخيف ويفزع الكثير من النواب وكان البارحة كان هناك رسالة بعث بها نحو 170 برلماني إلى رئيسة الوزراء من حزب المحافظين إلى رئيسة الوزراء يطالبونها ويحثونها على الخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد الرسمي المقرر في 12 أبريل وإن كان الخيار بريكزيت من دون اتفاق نعم إذن مستسرور مرسلنا من لندن شكرا جزيلا لك قال موقع N24 روسي إن جنودا من جيش التحرير الشعبي الصيني وصلوا إلى مطار سيمون بوليفار الدولي في كاركاس من جهة ثانية أعلنت الحكومة الفنزولية أن إجراءات جذرية للتصدي لأزمة القطاع المتكرر في الطيار الكهربائي بما فيها التقنين لثلاثين يوما على خطين متوازيين تعمل حكومة الرئيس نيكولاس مادورو ليلة نهار تجهد لتعزيز الحضور الأمني تحسبا لأي تحرك مدعوم أمريكيا وبالتزامن تسلك طريقا وعرا بسبب الحصار للوصول إلى حلول لوجستية لحرب الماء والكهرباء والغاة عليها فشل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقناع حلفائه بخيار الحل العسكري دفع إلى شن هجمات كهرومغناطسية على محطة التوليد الرئيسية في البلاد انقطاع الطيار أدى إلى تزويد المنازل بالغاز العام عبر الأنابيب في الأحياء الغنية والفقيرة على حد سواء الرئيس نيكولاس مادورو أعلن تطبيق خطة لتقنين الكهرباء لثلاثين يوما سيتم خلالها تأمين توازن بين التوليد والاستهلاك مع إلى اهتمام خاص لضمان توزيع المياه في حين قررت السلطات تعليق الدروس في المدارس وخفض عدد ساعات دوام العمل نحن مصممون على إصلاح كل ما جرى تخريبه جراء الهجوم الكهربائي من خلال خطة تدريجية تهدف إلى إعادة التيار لذا وفقت على خطة متوازنة وآمنة لتقنين الكهرباء لمدة ثلاثين يوما في البلاد لقد أعلنتها الإدارة الأمريكية والناطق باسم ترامب مرارا وتكرارا فينزويلا ستكون بلا كهرباء طوابير الناس تطول بانتظار حجز دور لتعبئة الماء من شبكة إمدادات جبل أفكيا والمتنزه الوطني وتوقي حكومة مدورب اللائمة في ندرة المياه واحتمال احتوائها البكتيريا على المعارضين بالتخريب إمداداتها على المقلب العسكري للأزمة وعاقب وصول طائرتين روسيتين محملتين بمجموعة من الجنود الروسي مؤخرا بحسب وكالة سبوتنك رسالة صينية قوية تصل مطار سيمون بوليفر طائرة شحن جوي حطت على المدرج إيذانا بحضور جنود من جيش التحرير الشعبي الصيني إضافة إلى حمولة مجهولة بحسب وكالات الأنباء كشفت صحيفة الجاردين لبريطانيا أن تقارير طبية مسربة عن الأوضاع الصحية لسجناء الرأي في السعودية أظهرت تعرضهم للتهذيب التفاصيل مع هبا محمود تزايد الضغط الدولي السياسي والأعلامي على الرياض بسبب الناشطين السياسيين المعتقلين فطلب الملك السعودي القيام بمراجعة جوهرية وإجراء فحوص طبية لنحو الستين معتقلا في كانون الثاني يناير الفائت هذا ما كشفته صحيفة الجاردين لبريطانيا التي سرب إليها عدد من هذه التقارير الطبية والتي ورد فيها ما يلي المريض يعاني من نقص حاد في الوزن مع القيء الدموي المستمر وجاء في تقرير آخر أن هناك عددا من الكدمات الظاهرة على الجسم ولسيما في منطقة الظهر والبطن والفخدين فيما قال تقرير آخر أنه لا يمكن للمريض أن يتحرك على الإطلاق بسبب جروح في الصاقين وضعف شديد في الجسم جراء سوء التغذية ونقص السوائل وعن سجين آخر كشف التقرير أنه يعاني من حروق شديدة في جميع أنحاء الجسم وأن جروحه القديمة لم تلتأم بالكامل بسبب الإهمال الطبي وطالب تقرير بوجوب نقل المرضى من الحبس الانفرادي إلى العيادة التخصصية لتلقي العلاج الفوري وأجراء الفحوص الطبية اللازمة هي في المجمل إذن كدمات وحروق وجروح ونقص حاد في الوزن وهزال شديد والبعض لا يستطيع الحركة على الإطلاق ويتقي أدامه باستمرار تقول الجاردين أن التقارير أرفقت بتوصيات تتضمن عفو محتملان عن جميع السجناء أو على الأقل الإفراج المبكرة عن أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية خطرة قد يفسر ذلك حملة الإفراج السعودية إذ أطلق سراح ثلاث ناشطات قبل أيام مع وعود بالإفراج عن البقية وهو ما ربط تحديدا بالضغوط الأمريكية على السعودية بعد أسبوع دموي أودى بحياتي نحو مئة مدني في العاصمة الصومالية قررت السلطات الصومالية فرض حالة الطوارئ في مقدشو للحد من التفجيرات والحفاظ على أمن العاصمة شافعي محمد في مقدشو بلغ السيل الزبا بعد أسبوع دموي حصد أرواح مئة مدني إضافة إلى جرح العشرات إثر سلسلة تفجرات انتحارية استهدفت مناطق سكنية وفنادق شعبية فرضت السلطات حالة الطوارئ على العاصمة الصومالية إجراء أمني جديد للحد من التهديدات الأمنية التي تواجهها المدينة والتي تصاعدت في الأوينة الأخيرة أغلغت غالبية الشوارع الرئيسية واستحدثت مواقع عسكرية للقضاء على بؤر حركة الشباب في جنوب البلد من أجل حماية المدنيين في العاصمة بدأت الأجهزة الأمنية عمليات أمنية لضمان المدنيين وسلامتهم وتم فرض حالة الطوارئ للقضاء على الإرهابيين ونحن على استعداد كامل لخدمة الشعب هنا تجري الاستعدادات العسكرية والتحضيرات الأمنية على قدم وساق لدخول مرحلة مفصلية أمنية هدفها إعادة تنظيم القوى الأمنية وحجد الجهود العسكرية لضمان أمن العاصمة بعد تزايد الأحداث الأمنية التي دفع ثمنها المدنيون علينا أن نتحل بالمسؤولية للحفاظ على أرواح المدنيين في البلاد وأن نشمر عن سواعدنا لمواجهة المعتدين على شعبنا وأن نواجه الإرهابيين بحزم وعزم شديدين يرى المراقبون أن فرض حالة الطوارئ في مقدشو وحدها لن يحقق الاستقرار الأمنية في البلد ما لم تتخذ السلطات الصومالية قرارات أبعد من ذلك تهدف إلى القضاء على جذور التنظيمة الإرهابية في البلد فرض حالة الطوارئ في مقدشو إجراء أمني شهدته العاصمة من قبل لكن ما استلزم إعادة اتخاذ هذا الإجراء ليس أمرا سهلا وما يخشاه المراقبون هو أن يتدهور وضع الأمني أكثر أثناء هذه الإجراءات الحكومية وبعدها شافع محمد مقدشو الميادين تستمر في إيران الاحتفالات بعيد النوروز أياما وأسابيع ولما يشكل التقص الماطر والعاصف في العاصمة طهران عائقا أمام هذه الاحتفالات التي تقام في المعالم البارزة لإطفاء نكهة خاصة على عطلة العيد ملح مريا زار عددا من هذه الأماكن وأعدى التقرير الأتي النوروز ليس مجرد عيد بمناسبة سنة هجرية شمسية جديدة بل هو أكثر من ذلك هو احتفال بولادة جديدة وحياة جديدة هو أيضا احتفال بالتعايش والوحدة بين القوميات المختلفة في إيران وهذا جانب من هذه الاحتفالات تنظم بلدية طهران هذه المهرجانات في أيام النوروز للترفيه ولتعريف المواطنين بالموسيقى الفولكلورية لمختلف القوميات في إيران هذه الاحتفالات مهمة طبعا لأنها تسعد الناس وتمدهم بطاقة إيجابية وتعرفهم إلى ثقافات القوميات المتنوعة في إيران يستمع المواطنون بشغف إلى هذه الموسيقى وكأنهم يسافرون على امتداد جغرافيا إيران من هذا المكان تقام هذه الاحتفالات في أماكن بارزة ومتعددة في العاصمة طهران ومنها هذا المكان وهو قصور نيافران أو مجموعة قصور الشاه سابقا والتي أصبحت بعد الثورة مدحفا يتردد إليه الإيرانيون مسؤولة العلاقات العامة في هذه المجموعة ستحدثنا عن أهمية هذه الاحتفالات في أيام النروز يزور العديد من المواطنين الأماكن التاريخية والمتاحف لذلك نحن في هذا المكان نجري احتفالات متنوعة ومنها تلك المتعلقة بالقوميات الإيرانية منذ عدة سنوات إلى جانب الموسيقى تقام نشاطات أخرى تجذب إليها المواطنين ومنها ما يأخذهم في جولة عبر تاريخ مدينة طهران من حواريها وأزقتها إلى بازارها القديم هكذا ينضي عطلة النروز من لم يساعده الجو الماطر على السفر خارج طهران وآثر البقاء فيها ملحمرية طهران الميادين كرمت الجمعية العربية لحماية الطبيعة في الأردن ابنة المناضل الأممي أريستوشا جيفارا أليدا جيفارا والتي تزور الأردن للمشاركة في فعاليات عديدة عن نضال كوبا وصمودها في وجه الحصار الأمريكي المفروض عليها تحدثت أليدا جيفارا ابنة المناضل الأممي إرنستوشي جيفارا لذلك أنا أشعر فعلا بالفخر وأتشرف يعني أن أكون ضيفة في العربية لحماية الطبيعة لأنه المهم اللي عم بتقوم فيها والغداء والهدف والغاية بيشرفني وبحس أنه أنا لازم كمان كون جزء من هذا العمل اللي دعمه واللي الدفع فيه إلى الأمام لأن هذه القضية قضية إنسانية عالمية وتعنينا جميعا تكريم جيفارا جاء خلال ندوة نظمتها الجمعية العربية لحماية الطبيعة بحضور أكثر من ألف شخص من بينهم الأسير الفلسطيني المحرر رزق صلاح قضية فلسطين ونضال شعبها بقياء العنوان الأبرز في كلمة جيفارا الندوة التكريمية تخللتها أغاني ثورية خلدت المناضل الراحل تشي جيفارا حيث عردت صور عن مراحل نضاله وحياته التكريم الشمال إلى جانب أليدة جيفارا الأسيرة الفلسطينية المحرر رزق صلاح والأسيرة المحررة عهد التميمي وولدها المناضل باسم التميمي والآن إلى العنوان للمرة الأولى منذ تسلمه الحكم حزب العدالة والتنمية التركي سجلوا تراجعا في الانتخابات البلدية خصوصا في أنقرة والصنبول أنباء عن توجه رئيس متفليقة نحو إقالة رئيس مجلس الأمة والقضاء يبدأ تحقيقات مع رجال أعمال على خلفية قضايا فساد الأعلام الإسرائيلي يكشف خطة للحكومة هدفها إسكان ربع مليون مستوطن في الجولان المحتل مادرو يعلن عن إجراءات للتصدي لأزمة انقطاع الكهرباء وأنباء عنصول جنود من الجيش الصيني إلى فنزولا وكان في النشر نوروز عيد رأس السنة الإيرانية تاريخ ثقافة جامعة للشعوب للمزيد زوروا صفحة الميادين على الانترنت الميادين دوت نت والميادين الإسبانية لمتابعينا بلغة الإسبانية إلى اللقاء اشتركوا في القناة